اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بما يحقق الاهداف والتطلعات التي رسمها سموه في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا في المحافظة على الرياضات التراثية ودعمها على الشكل الذي يسهم في تطورها ودعم المرابط والاستبلات والملاك بالصورة التي تحافظ على هذا الموروث الاصيل ونوه سموه بالدور البارز لمنظمة الجواد العربي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود في الاهتمام ودعم الجهود للمحافظة على الخيل العربية الاصيلة وسلالاتها معربا سموه عن اعتزازه بالتعاون اثنائي بين الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة والمنظمة في تنفيذ البرامج وإقامة البطولات المشتركة التي من شأنها أن تعزز تلك الجهود للحفاظ على هذه الرياضة العريقة وأشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بالمشاركة الواسعة من قبل المرابط والاستبلات والملاك في هذه النسخة من البطولة والمستويات التي ظهرت به المنافسات وبجهود العارضين الذين أظهروا جمال واناقة الخيل العربية الاصيلة مؤكدا سموه أن الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة حريص على إقامة مثل هذه البطولات بهدف دعم المشاركين على الانتاج المحلي الذي يحافظ على الخيل العربية وسلالاتها ويعزز من مكانة المملكة كواحدة من أفضل مرابط الخيل العربية الاصيلة في العالم وقد هنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في هذه البطولة متمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة مقدرا دعم الشركة الاستراتيجي مجموعة بابكو انرجيز والرعاء الرسميين ومشيدا سموه في الوقت ذاته بجهود وسائل للإعلام في التفاعل لنقل أحداث هذه البطولة وجميع أنشطة وفعاليات الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر